اذا عنا حديث القاهرة خلينا نرحب بضيفنا الكبير الكاتب الروائي الكبير سيد حمد أبوغليل كل سنة وتطيب رمضان اذا قد جاء بتقرف رمضان ولا بتكتب ولا بتكتب الاتنين لا بقرأ بس يعني تعرف نخبضت الوقت يعني هو الاراية لو احنا مقررين ان احنا نقول الناس نقرأ ايه في رمضان في الغالب الناس بتلجأ في رمضان الى قراءة الدينية وربما التاريخية وبتعتبر ده جزء من يعني مظهر تدين رمضان انه نشغل بقراءة في التاريخ وفي الدين طيب الى اي مدى ممكن يكون ده ناجح لو احنا ارشدناهم الى كتب ترى انها كتب ذات اهمية يمكن ان احنا نستغل رمضان واجواءه في ان احنا نطلع عليها ونقراها والله احنا في الاول يعني عزيز السادة من حضرتك وبرنامجك العظيم ان احنا نقترح طاعة حسين يا سلام كله يعني طاعة حسين دون ناس يعني فيه اهتمام حتى فيه هنا في مصر اعماله صدرت في الثقافة المهارية وخمسين سنة على وفاته وخمسين سنة على وفاته وخمسين سنة على وفاته وفيه الامارات عاملة يعني عملت له المعرض وعملوا جنحهم هنا فده ده رائد التنوير يعني انا اعتقد ان التنوير اه رحلة التنوير بعد لا حسين لم تتجوز اسئلة لا حسين لحد الان وبعدين هو شيق يعني كتب اللي احنا بنقبل عليها كلنا في رمضان اه كتب التاريخية والكتب الفقهية دايما ما يبقاش كاتب اللي عملها بيبه باحث عظيم بيجيب معلومات لكن ما فيش طلاوة الكتابة والمتعة انك انت تقرأ اه زي عمل الله حسين وعلى الله حسين متنوع يعني كل فيه تاريخ اسلامي فيه ادب فيه فكر فيه حتى حديث الاربع ده حاجات اجتماعية بقالات متنوعة متنوعة في كل حاجة لو المجوعة الاخرية اللي نزل فيها اه 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 مقالات مجمعة كتيرة جوا كتب اه كتب يعني مقالات فيه شتى المجالات شيء رائع وجميل يعني نعم والثقافة الجمهورية ضلعت مجموعة الاعمال العظيمة دي واعدت يعني كان المفروض انا باقترح عليهم وعلى الوزيرة وعلى رئيسية صورة الثقافة انه عنده برامج في رمضان ندوات من السكندرية الاسوان يناقش فيها طاحسين يناقش فيها طاحسين يعني هو لو حط التركيز يعني ملمح من المحا محور من المحاور اه يعني تفصيلة في البرنامج اللي هم بيعملوه صحيح يعني وبرنامج عظيم بيعملوه في السيدي الكتاب بتاعه من ادبنا المعاصرة ظلم كاتب فيه عن نجيم محفوظه السلسية كاتب فيه عن رأيه في هرم من الايام سرعة عكاشة على مجموعة سرعة اباظة كم رواية كده عملناها نقد دكتور طاحسين ده ده يستحق المذاكرة والبنائشة في لحظتنا التاريخية دي اه ان احنا يعني في حاجة للتنوير العاقل الام على اسس وما فيش اعظم من الله حسين صحيح حتى كتبه على المتنبي هات ناس تقول اشعار المتنبي والناقش كتابه او العلاق المعري وهو عامل عنه ثلاث اربع كتب من مجالات مختلفة شيء ساحر يعني يعني حتى على مستوى الصهراء الادبية مش مورد بس كتابه او موضوع ديني او تاريخي وعندنا الفرصة يعني هي من خلال حضرتك عارف ان الثقافة الجاميرية بتعمل انشطة رمضانيين صحيح من خمسة لخمسة وعشرين ايوة في كل المحافظات صحيح في كل اماكن فلو ده اتعمل مش مش عايز اقول هيوحي طاع حسين لا هيوحي افكار طاع حسين اللي هي غابت في ظل بشار طاع حسين الهيمنة السلفية الوهابية صحيح اللي هيمن علينا اليوم من دول طيب لو انت هتحب نبدأ نتكلم عن كتب طاع حسين الكتاب اللي ممكن نبدأ نعرف واحد رمضاني هو الكتاب اللي شايفه مفيد جدا ومناسب لرمضان اول كتاب دي اللي هو الفيتنا الكبرى انه التاريخ بدون يعني هو حابب التاريخ ده مش ضده لكن برضو مخلصه من العديد من الاساطير اللي ما تتصدقش اللي هي اقحمت على هذا التراث فيه طبعا الشعر الجاهلي الشعر الجاهلي طبعا هو تراجع عنه لما تحصلت الهجوم عليه وعمل وشال حاجة بسيطة وعمل الادب الجاهلي عشان بس الناس بنا تتصورش التراغع تلت اسطر نعم تلت سطور هما هما الفرق بين كتاب في الشعر الجاهلي وفي الادب الجاهلي يعني فهو انا اعتقد ان الكتاب ده المفروض ندرسه في المدارس يعني طبعا ده حلم صعب المنال في ظروف مدارسنا الان لكن ده المفروض لو حسين نركز عليه احنا كلنا كشعب في لحظتنا دي ممكن ينقذنا من اللي احنا فيه وبعدين الملاحظ حاجة ملاحظة اقول هلك باعتبرنا انا وانت ودفاء من جيل التسعنات جيل الرواد كان مهتم بالحكاية دي اساسي دول فقه الاسلامي صحيح التاريخ الاسئلة دي تكلم على هيكل تكلم على العقاد حتى على عقاد معنى العقاد يعني لكن الاهتمام ده ختى بتهدي ده للشرقاوي اه وتوفيق الحكيم طبعا استاذ الكل ده الهم ده تقدر دول يختفى ستنات وسبعنات ستنات وسبعنات وثمانيات محادش بقول حاجة يعني بقى السؤال الالبي ففترسنا الطير الدين اه نتيجة الغيبة دي طيب والمثقفين المفروض يعني يعني الكتب والاراية تخليه بعيد عن التأصف لكن المثقفين عايزوا لك حاجة انا مش عايزة دين حاجة بس المثقفين هم اكثر الناس عداءا لخطاب التنوير ليه يعني الانسان العادي يسمعك الانسان المثقف يبقى عارف اللي انت بتقول فيه وضدك ليه مش عارف يعني ظاهرة المثقفين الأدباء خلينا المثقفين دواس هل يعتبر الكلام في التنوير كأنه خدمة للدولة وهو يكره الدولة هايوة وان المعارضة هي معارضة النظام لا صورة يناير اثبتت ان احنا مشكلتنا مش في النظام اي ان كان هذا النظام احنا مشكلتنا في الاساس الذي يولد الاستبداد ويخليه في الصلاة وفي الجمعة يعني دي مشكلتنا احنا كأدباء وكل الأدباء في العالم عبر تاريخ الأمم هم اللي بيقودوا الموضوع دا حركة التنوير اه احنا عندنا الحكاية دا غايبة من جيل الله حسين يعني حتى يعني استبدلت بالنضال السياسي حتى ما هو نضال سياسي هو حتى لحد وقتي لما تكتب حاجة يقول لك لما تكتب عن نظام انا عرفت مشكلتنا انا واحد من الناس شاركت في صورة يناير التمنداشر يوم وعرفت ان عقبت هذا البلد والشعب مش في النظام ايا كان هذا النظام النظام وقتي فطار اسلام اه التيارات الاسلامية والجماعات الاسلامية والمشايخ اللي مهيمنين على عقول الناس انت ما تقدر احنا يعني في الترند بيسموه ترند بتاع الشعراوي معين مبسوط منه لانه اول مرة يحصل هذا النقاش على هذه الشخصية الجماعة المثقفين يقولك دي عصفورة لالهاي تشغل اللي تبه فيه شيخ صوره موجودة فيه زعيم امة زعيم في الامة دي سواء سياسي او مسقف او رجل دين صوره من اسكندرية الاسوان فيه اه 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 اذا زاهرة تستحق النقاش والجدل والاختلاف زاهرة يعني خليني ارجع تاني للكتب بتقولي ان كتب طاع حسين ممكن تأسس ليه اه يعني تغير لنا كل اللي بيحصل ده حيكو تكلمتني عن الفتنة الكبرى وكلمتني عن في الشعر الجاهلي لكن اه 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 على هامش السيرائي خليني اسمع اجابتك بعض الفاصل والكتب اه اه التي اعطاها وقدمها وابدعها ويعني وكتبها ومنحها للانسانية والثقافة العربية دكتور طاع حسين هل يمكن ان تعيش معنا ايام رمضان نقرأها ونتعلم منها ونستفيد منها وتنقذنا كما يقول الروائي الكبير حمد ابو جليل بعد الفاصل نكمل بإذن الله اذا نعنا حديث القاهرة ومعنا كتبنا الكبير الروائي حمد ابو جليل اللي بيقترح انه شهر رمضان يبقى شهر طاع حسين بالذات عن الثقافة الجباهيرية باحتفالاتها التي تقيمها في كافة محافظات مصر من خمسة رمضان لخمسة عشرين رمضان كما هو معتاد في كل سنة بانه يكون كتب ونقاشات حول طاع حسين خصوصا انه الهيئة اصدرت مجموعة اعمال دكتور طاع حسين في طبعة شعبية وبسعر منخفض وباخراج انيق يعني ومختلف ليه طاع حسين حالك قلتلي انه طاع حسين هيحدث افكارنا هيغير افكارنا هينقصنا الان لانه هو كتاباته من اول الفتنة الكبرى اللي على هامش السيرة كتباته عقلانية ليست ضد التراث يعني هو ما بينطلقش من انه هو يعني ضد التراث او ده حابب التراث وعايز وده بيحصل في كتبه انه ينقيه من كل الاساطير اللي هي في جانب تاني جانبه الادبي اه يعني انا بعتبره اه كاتب اروائي شيخ جدا وعلامي جدا اه والغريب ده يا استاذ ابراهيم او الملاحظ ان الجيل ده جيل بقى حسين وتوفيه الحكيم دول كانوا على مصاف الكتاب في العالم صحيح على ما بيصدر كتابه اه بيترجم وبيحصل له الاهتمام العالمي وانا سمعت ببرنامجك مع الاستاذ عصام الزهيري اه معلومة اول مرة اعرفها النضاع حسين ترشح لجازة نوبل واحد وعشرين سنة صحيح ورا بعد اه طب ايه اللي حصل لأدابنا ايه وليه انحرف عن خطوة الرواد العظيمة دي وكان كتابتهم في الرواية اه انا مش عايز اتطول الحركة دي مع انها مادة للقراءة في رمضان طب في الرواية كانت اهتمامه هو بالانسان يعني طبع حسين توفيه الحكيم اه توفيه الحكيم في عصفور من الشرق طبع حسين في الايام في توفيه الحكيم في يوميات نام في الارياف هو مش شغله للتجربة الانسانية اللي هو غالبا شارك فيها هو اه مش شغله لقضية ولا شغله يقاوم فساد ولا يقاوم فقر هنا الرواية المصرية كانت عالمية لما الرواية انتقلت من الانسان ما بقى شيء الانسان المراد بقى القضية اه فانا اعتقد ان ده ابعدها عن تخليت عن فنها يعني المكان الكبرى اللي كانت وحدها جوه وده وبره ساي بس يبقى انه رواية عظيم زي ناجين محفوظ بكل يعني ما قدمه من عظمه تحول الرواية الى الانسان والرواية ده محفوظها رواية كمان اللي بقت عالمية بكل وضوح هو انا مش عايز وهو ابن طحس يعني هو الرجل اللي كتب له من النهر الى المحيط يعني اهداء من النهر الى المحيط طبعا استاذ ناجين استاذ عظيم ومؤسس الرواية وابداعه متنوع ومتعدد وانا فيه رواية عايز اكتب زيها اللي هي المراية اللي هي يعني قمة التحرف ولا الجن هيا رفك اكتب زيها قمة التحرف بس انا عايز اقول حاجة هو مزاجه الشخصي اه وان حياته الشخصية قدس الاقداس اه انا اعتقد انه هو البداية لان الرواية تنتقل من الانسان لقضية الانسان اه يعني انا اسمح لي في بعض الوقت واظرني بالاكادي انا ما بشوفش شخصية امينة شخصية ام دي اه رمز للأمومة في الوقت ده شخصية احمد عبدالجواد مش شخصية ابويا ولا ابو ولا ابو نجيب محفوظ هو مجموعة الحاجات اللي تدلل على الرجل في الوقت ده ده يختلف عن الله حسين وتوفيه الحكيم ان يوميات ماء في الارياف هو نفسه التوفيه الحكيم صحيح لا يريده للتجربة دي مش يدلل على الوب تتساحر يوميات ماء في الارياف ودومه حفيف بشكل رهيب طب خليلي ارجع لي على هابش السيرة تحديدا هل بتعتبر فين خلاف يعني ما اجيه طب حد يقولك هارى على هابش السيرة اقول له لا هارى حياة الصدق الامير الخليع ابو كريم لا هارى الشخصية المحمدية المعروف الرصافي ليه انت بتقوله على هابش السيرة اولا هو اكتب طبعا هو امتعهم الثلاثة ضاع حسين لكن اعتقد ان ضاع حسين حضرتك قلتل انه هو يعني عمله تأثرا بالثقافة الفرنسية وهو في الشك في تعامله مع التراث بشك طبعا تأثير بالثقافة الفرنسية بس اعتقد انه عنوانه على هابش السيرة يعني مش متصدي للشخصية زي معروف الرصافي يعني معروف الرصافي شخصية المحمدية اه شخصية المحمدية ده من امتع الكتب واجملها وكتاب جميل ما فيش حاجة غلط يعني مش ممنوع وصدر في الاراق في العشرينات وعيب الوحيد انا من وجهة نظر انه بيرد على الشيعة احيانا في كتاب الصادق الامين في كتاب خليل عبد الكريم اه فترة التكوين اه في حياة الصادق الامين ده مش على مش مكتوب عن شخصية النبي بس هو ما مش مكتوب كتابة قدبية كتابة بحسية لا كتابة بحسية وهو رغم جهوده العظيمة ما فيها ما عندوش ملكات الكتابية بس هو اللغة بتاعتك صعبة كده او ملاغية او عنده رغبة شديدة فيه ابراز ملاغيتها ايه واحيانا ابراز عاميتها في غير موضعها بس رغم كده هو باحث عظيم يعني هو يعني اللي عايز يقرأ بحث عنده خلاب الكريم اللي عايز يقرأ كتاب تاريخي موثق ومهم عنده معروف الرصافي اللي عايز يقرأ السيرة كما كتبها طاح سيني مع الهامش السيرة المهم منهم يقرأ واللي عايز يقرأ السيرة الاساسية اللي هي يعني اول سيرة مدونة للنبيل هي سيرة ابن سحاق اللي كتبها ابن هشام وانا عايز اقول لحضرتك ملحوظة برضو على الفترة دي ان اللي اشتغلوا في رواية الحديث ورواية السيرة النبوية في بديته كلهم موالي وحضرتك غير العرب يعني المولى مش مجرد انه غير العرب ابو المولى فيه عبد يبعه ويشترى دام وارث العبودين وفيه موالي وفيه عبد بيتخطف في غزوة فبيوبى مولى من اختطفهم زي زيد ابن حارسة مثلا ابن اسحاق كان ابوه مولى بني عاشم انا اعتقد ان اللي في السيرة الاساسية دي وفي الكتب بتاعتنا الفقهية الاولى دي الاساطير اللي فيها راجعة من وجهة نظري لهذا الموقع ان مولى بينقل عن سيدي فما بنعيش الكلام بس ده دور نحن بقى يعني الكتب الام دور بقى ان احنا نقاش وان احنا ننقي ونبحث اه ونشوف اللي ما تنسبش مع العقل طبعا انت انقربت من الكلام ده بتتهم من اقرب المقرم انا كنت ضد الاسلام وعايز تضمر الاسلام انت عايز تفيد الاسلام يعني الاحاديث اللي هي زي الزبابة حديث الزبابة حديث ارضاع الكبير السيرة بتاع ابنها كان فيها حاجات لا تليق بالنسبة يعني النقد هو محاولة لي يعني انقاذ التراث من اساطيره وبالعكس ده رد اعتبار ورد على مطاعن كمان شكرا جدا نسوس حمد ابو جليل اتمنى ان تحصلي فعلا بطلنا في شهر رمضان بالنسبة للقراءة في مصر وربما للثقافة الجماهيرية ايضا على اعتبارها كمل جميلها وهي اصدرت كتبه وكمان تناقش هذه الكتب امسيتها والدوات الرمضانية التقي بكم باذن الله يوم الاربعاء القادم اما الغد فمعدكم مع نجم الاعلام المصري لأستاذ خير رمضان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة